إذا بدأ يلزق معايا بحطه في المياه مرة تانية بخلي جنب صحن فيه مصفايا بس يسير اللون بني زي هيك بطلعه يا سلام يا سلام على الألوان يا حبيبي لو فيه ناحية منه خضرة زي هيك بنقلبها وهذا هو اللون المطلوب يا حبايب وهيك بيكون صار جاهز وبنعمل وجبة تانية هذا القالب أنا بحبه جدا 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 يا سلام يا سلام وهيك صار جاهز بنحطه بالمصفايا عبي ما يستوي الفلافل جيبه للمونتين والعصارة والحقوني عشان نعمل الصوس الفخم جدا بضيفهم في الصحن وبالطحينية بنزل ملعقتين ثلاثة كبار وبضربهم الملعق لغاية ما تصير قوام جامد شايفين كيف زي السحر تبدأ تجمن شايفين كيف اللي شاف فيديو سندوش الكبدة هو هذا نفس الصوس بنزل فيها شوية مية وبنزل عليها رشة ملح الملح لوحده كافي هنا والآن عشان أكترها وخلي قوامها كريمي شوية بضيف ملعقتين كبار زبادي ولو عندي حمص لو لو يفضل يعني إشي رائع جدا لو بيكون عندي حمص الحمص اختياري ولكن بيأخر الطعم لمستوى أعلى بكتير شايفين هذا هو القوام اللي بدي إياه عبيت العلبة وضال معايا شوية في الصحن وجيبو شوية اخيارة مقطع شوية بندورة مقطعة وشوية مخللة مقطعين بنضيف شوية سماج وشوية كمول بخربطهم منيح كتير وهيك صارت جاه زي حبايب وهذا إشي فخم جدا في السندوشات الآن نيجي للفلافل المحشي اللي هو بيستعمال هذا القالب هذا القالب مش لازم يكون متوفر عندكم أنا بس لأنه أنا محظوظ أو مش محظوظ لأن اشتهدت على نفسي ولقيته من مكان رائع جدا متوفر في بلادنا العربية عادة جدا بتجيبوه ولو مش متوفر للناس المش موجود عندهم بكل بساطة بجيب مرتبان الكمون بفتحه زي هيك وباخد الغطاية تبعته بحط الخلطة هنا بعدين بطلعه من البلاستيك وبنزله في الزيت الآن للحشوة في خيارين إما البصل مع السماج وهذه هي الوصفة التقليدية أكتر يا إما اللبنة شوية زيت صغيرة على السماج والبصل وبخربطهم الآن ممكن استعمله نايزة ما هو وهذا هي الطريقة التقليدية ولكن اللي ما بيحب ممكن يحطه على النار بشوية زيت خليد بلي شوية والآن بكل بساطة ببلله بالمي صغيرة هادي بحطه على المغسلة شوية وبعدين بحط شوية سمسم بالجاع زي هيك وبعدين بحط نص الخلطة من الوسط إلى الخارج from the center to the edge بعدين بجيب خليط البصل لونه فخم وبعدين بجيب الخلطة وبحطها من فوق زي هيك شايفين كيف بسكر عليها وبضغط عليه بشيل منه شوية إذا في زيادة بشيلها بحاول ما يكون سميك كتير عشان يستوي من جوة موضوع الضغط هنا مهم جدا لازم أضغط كتير عليه موسيقى 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 موسيقى